ونفتح ملفاتنا مع ضيفي العزيز اللي بنوارني النهاردة الأساس جمال الزهيري وخلينا نبتدي بعد إذن حضرتك بالنادي الأهلي إحنا عندنا ماتش مهم جداً مع الداخلية ماتش نقدر نقول عليه أنه هو مش سهل من زاوية أن الداخلية كما عهدناها هي فريق دفاعي مش هقولك بحثة بس إلى حد بعيد ففكرة اختراق هذا الفكر الدفاعي هل من ممكن يتأتن من خلال عرضيات من خلال اختراق من المنتصف يعني فكرة كولر ممكن يخترق الدفاع الفريق المنافس طبعاً أي مباراة بالنسبة للنادي الأهلي تبقى لها أهمية خصوصاً أنه النادي الأهلي بيسعى لأنه يعني يسترد درية الدوري مرة أخرى ويحافظ على استدارة اللي هو فيها حالياً ويمكن دي نقطة اللي إحنا دايماً بنبقى متخوفين منها بعد عودة النادي الأهلي من كاس العالم الأهلي أو دوري أبطال أفريقيا يعني حتة التوازن أنك تحافظ دي مهمة جداً وليه ما بتحصلش كتير؟ لا هي كانت بتحصل يعني عادةً كان النادي الأهلي على طول بعد ما بيخلص بطولة بيرجع يخش في البطولة التانية ما فيش مشاكل يمكن حصل بس في الموزيمين الماضيين لأسباب برضو إجهاد اللاعبين بس برضو كمال يعني بتبقى الحكاية معكوسة يعني لو أنت مثلاً كنت منغمس قوي في البطولات المحلية واخد بالك وتطلع بطولة عالمية وبتلاعب مدارس كروية مختلفة وفرق تقايل العالم فتهتز أمامهم ممكن يكون في شيء من المنطق في الحالة دي لكن إحنا بيحصل معنا العكس يعني بنحجر جابت مع تقايل العالم وبعد كده نرجع على الدول المحلي ما هو لأن أنت عشان تلعب على مستوى كاس العالم للأندية بتقابل مستويات عالية طبعاً فبيبقى فيه جهد أكبر مبزول من اللاعيبة طبعاً يعني زي ما تقول إيه بيستنزفوا طاقتهم في المعنوية والبدنية والفرقية فإنه هو عاوز يعمل حاجة بدليل إن فيه لعيبة كتير كان وبيبقى ممكن يبقى بعيد عن مستوى محلياً وييجي فيه البطولة العالمية يحاول يطلع كل اللي عنده طبعاً لكن يسليش حاكم الناس دي بالضبط يعني هو بمتقلق محلياً وعالمياً بس عالمياً بيتحول بحاجة تانية فالس طبعاً هي الفكرة بقى إنه خلاص الأهل رجع وخلص كاس العالم للأندية ودخل مباشرة على الدوري ودوري أبطال أفريقيا ومن هنا بقى يجب الحرص على كل مباراة خصوصاً المبارايات الأولى اللي هو بيلعبها شفناه أمام أسوان قدر الحمد لله يحقق النادي الأهلي فوز كبير بعد كده عنده مباراة الداخلية حتى على مستوى دوري أبطال أفريقيا كان فيه شوية اتزاز يعني الأسباب برضو خارجية شوية في مباراة الهلال السوداني ثم مباراته أخيرة بالزبط بالزبط حاجات صعبة جداً حقيقة ونتمنى أنها ما تكونش موجودة طبعا بعد كده مباراته دام سانداونز برضو أعتقد أن النادي الأهلي كان ممكن يعني يحقق أفضل يعني كان ممكن المباراة كان سيناريوهاتها صعبة جداً لغاية ما النادي الأهلي قدر أنه هو يتقدم اتنين واحد وهنا بقى تيجي مشكلة أخرى أنه إزاي أنت لما تتقدم في توقيت معين تحافظ على ده آه طبعا إزاي ما بيقولوا كده بلغة أهل الكورة تموت اللعب آه طبعا بحيث أن أنت تحتفظ بهذه النتيجة خصوصاً أن المباراة أكدت أن هناك بعض المشاكل في الأداء الدفاعي الدفاعي فكان لازم يبقى فيه السيناريوهات دي تتوقف بمجرد أن أنت تحرز هدف التقادر قبل قبل